اشتركوا في القناة ان رجلا من الصالحين كان يجاهد فقطعت يده في الجهاد بالسيف ضربت بالسيف فكان يخرج بعد ان عجز عن الجهاد لتعادل من استطاعت حمل السيف كان يخرج يدرس في المساجد فذهب الى بعض البلاد وفيهم رجل من اهل البادية فكلامه طيب ومؤثر ويخرج عن عاطفة طيبة وعن صدق الا ان رجل من الجلوس ينظر اليه فقال له لماذا تبعني النظر الى يدي قال كلامك يجيبني ويدك تريبني يعني انك سارق وتطوز